اشتركوا في القناة كان زمان لما سنة منك تتكسر ولا تتخلع ولا درس يقع وانت خلاص بقى فيش حاجة تتبدل ولا هيتحط حاجة بكانها يقولك بس هتعيش كده يلا ونبقى مكسوفين بقى وشافين نضحك ويقولك ايه ده ده انت لسه هتروح تزرع سنان يا عم ده بياخد وقت جامد او تخيل بقى لو السنة اللي قدام والسنة اللي قدام ولسه بقى الزراعة بيحطولها معرفش ايه مسامير وخلاص ما بقاش فيه كل الكلام ده يا معلم دلوقتي دلوقتي فيه تقنيات جديدة وحديثة وتطور بص احلم زي ما تحلم حضرتك هتقوم النوم هتلاقي سنانك مزروعة وده ازاي بقى هنعرفه يا بيتي يا نوليا هنعرفه لما اقولكوا ان فيه حاجة اسمها الزراعة الثورية وعلشان كده هيبقى معانا دكتور وجيه جمال خصائي الفم والاسنان اهلا وسهلا بيك يا بيك اهلا وسهلا بيك يا بيك ايه الجمال والحلوة دي وجيه جمال وجيه جمال وجيب لنا الجمال وجيب لنا الاسنان الجميلة انت اللي جميلة والله اعرف بنا نخلي عايزة اعرف ايه الفرق بين زراعة الاسنان العادية وزراعة الاسنان الفورية عشان فيه ناس كتير انت كده بتبشرها يعني ماشي اولا قبل ما نتكلم على الزراعة اصلا محتاجين نعرف ايه اللي بيحصل دينا لما نخلع سنة او نخلع درس ولو احنا سبناها ايه ممكن الاضرار اللي بتحصل دينا او ممكن يحصل اضرار قد ايه ممكن نوصل ايه اصلا وقد ايه مشاكل كبيرة قوي بقى والموضوع بعد كده ما يبقاش على قد ان احنا فيه سنة او فيه درس وقعه لا الموضوع يبقى كبير قوي معايا فيديو انا جايبه النهاردة هنعرضه الفيديو ده هنبين فيه للناس ايه اللي بيحصل لما سنة واحدة بس تتخلع اه الفيديو اه الفيديو اه يعني لو اول سنة دي هتتخلع هتلاقي السنان بتبقى تتحرك يحصل التهفل لسة يمين وشمال الدرس اللي فوق نفسه مكانه بيتغير بعدما كانوا بيتغير العضة نفسها تتغير بتاعت الدرس عضتك قفلتك نفسها السنة على بعضها ما تمقاش عارف تقفل سنان الدرس اللي فوق ينزل لتحت يقع الدرس اللي يمين يتحرك شمال ده كل ده من الحاجة بتقع اه يعني لو بصي كده مثلا على الاخر دلوقت اللي معروض ده هتلاقي الدرس اللي فوق ده هينزل واليمين هيتحرك والشمال هيتحرك كل سن بتلاقي مكان فاضي بتجري علي يا سبحانه يعني اللي فوق هتنزل واللنحية دي هتيجي كده واللنحية دي هتيجي كده فالموضوع بيكبر قوي ما يبقاش على قد ان انا عندي سنة عايز عواضها لا هيحصل فراغات بين الاسنان الاكل يدخل فيها ويفضل موجود تعمل ريحة وحشة التهابات للسة العضن يحصل له ضمور حاجة كتير قوي فدي الاول احنا عايزين نفهم الناس ان ليه احنا ما بنسيبش اماكن فاضي في السنان صح دي اول نقطة اساسية طيب نيجي بقى الموضوع الزراعة ويبقى الزراعة العادية والزراعة الفورية الناس دلوقتي بتجننها بكلمة الزراعة الفورية بس انا حاببا اعد المصطلح للناس كلمة الزراعة الفورية مش معناها ان انا هنام واصحة ركبت سنة ليه بقى هقولك هقولك ليه في حاجة اسمها امديت لودنج او التحميل الفوري هي دي اللي انا بركب السنة في نفس الوقت اسمها التحميل الفوري جزء من الزراعة الفورية لكن مش هي دي الزراعة الفورية بمعنى نتكلم الاول الزراعة الزراعة دي بتبقى مقسومة نصة اول جزء جزء زي معدني ما في موامنة تيتانية بيتحط جوه العظم الفيديو اهو على الشاشة اه دي الزراعة الفورية الفكرة الفكرة ان احنا بنفتح ونبدأ ندخل نوسع لها ونحطها بعد كده بتركب عليها حاجة اسمها مشكل للسه وبنسيبها دي كده دي كده الزراعة العادية او الفورية الفرق ايه الزراعة العادية دي عيان خلع درسه من شهر من اثنين من ثلاثة وجال يا دكتور انا عايز اركب سنة بقوا ما انا عامل ايه مركب وحطط فاتح وحطط الزرعة ويمشي من غير بقى بالضبط وبعد كم شهر حلو من ثلاث لست شهور يركب دي الزراعة العادية الفورية الفرق بينها وبين العادية حاجة واحدة بس ايه ان انا بخلع السنة في نفس اليوم اللي بركب فيه الغرسة المعدنية الجزء اللي موجود في الجد وبرضه ما حصلش اي حاجة من فوق يعني ما ركبتش السنة الاصلية واحدة واحدة دفر الزراعة العادية عن الفورية لكن في حاجة اسمها و هو ده اللي الناس فاكراء الزراعة الفورية ده اسمه التحميل المبكر ان انا في نفس الجلسة بشيل السنة واركب الزرعة واركب فوقها التربوش واروح زي الفل وكأن ما فيش اي حاجة جارك طب ما ده حلو برد ده اسمه التحميل الفوري بقى ان انا مايبقاش شكلي من غير اسنان كده كده مافيش عيان بيدخل لدكتور ويخرج من غير اسنان ماينفعش ماينفع حتى لو انا مش هعزرعلك مش هعملك اي حاجة في حلول كتير مؤقتة بتتأمل بس احنا بنتكلم دلوقتي في التحميل الفوري اللي هو اللي الناس متجنينة بيه شوية التحميل الفوري ده الجزء من الزراع مش كل الزراع الفورية في نفس اليوم لكن كل التحميل الفوري في نفس اليوم طب وايه الحالات حلو او اه اللي يتم فيها هذا التحميل الفوري او الزراع الفورية وايه الحالات اللي ماينفعش فيها ونقول ده لازم لان حالك عارف دلوقتي فيه امراض سكر بيجوء على الاسنان ده انتي مذكرة ده دكتورة ده انا مش عايزة اقولك بقى اول حاجة الزراع او الحالات اللي بنختار فيها إننا نحن نعمل تحميل لازم الأول العيان ما يكونش عنده مشاكل صحي ماهنفعش يكون في ضغطة ماهنفعش يكون في سكة ماهنفعش يكون في كل القصص دي الأول مايبقاش مدخن شرس التخين بيلهي بال Sangam إه طبعا إحنا الأول دائما بيكون في شروط يعني التحميل الفوري ده لشروط شروط من العيان والشروط عند الدكتور أولا العيان العيان بيبقى مطلوب منه لو هعمل له التحميل الفوري ده بطلب منه أنه هو يستحمي أنه هو يفضل 3 شهور بياكل أكل سوفت طري جدا ما ينفعش يكون فيه تحميل على المكان ده تمام نهائي أي حاجة بتقرقش ما ينفعش خالص ليه؟ لأن الزرعة لسه ما وصلتش لأقصى قوة لها أو أقصى قوة لها وترابط مع العظم فإحنا بنعملها لما يكون العيان قادر يعمل الحاجات اللي أنا بقول له عليها فينجي بقى للدكتور الدكتور بيعمل حاجة اسمها patient selection بمعنى ما ينفعش كل العيان يجي لأعمله زراعة فورية يعني إيه؟ يعني دخل عليها عيان سنون كلهم مكسر وعايز يعمل زراعة فورية مش هعملها ليه؟ علشان هو أصلا مهمل فأنا هروح أخذ معاه ريسك وخاطر مع أن أنا أعمله حاجة هو هيفشلها بعد 6 شهور يعني ممكن ما تجيبش نتيجة آه طبعا طالما هو مهمل لازم أعمل حاجة اسمها patient selection أخطار العيان اللي أنا أصق فيه أن أنا أعمله دي لازم أقدر أصق في العيان أنه هو هيسمع كلامي هيسمع كلامي هيحافظ هيقل التدخين هيأكل أكل طري هيأخذ باله من وضع بقه هيأكل على الناحية التانية من الأكل هنا هيبقى حاجات خفيفة خالص لما أقدر أوصل لكل الحاجات دي مع العيان ساعتها أختار تاني وأهم حاجة بقى وقت الزرعة نفسها أنا وأنا بزرع في حاجة اسمها primary stability primary stability دي معناها قوة الربط الأولية اللي بنوصل لها للزرعة وإحنا بنعملها يعني أنا الزرعة دي أبرع المصمار بيطربط فأنا بربطه بجيب حاجة اسمها primary stability عن طريق العزم أو الترك بتاع السنان فلو وصلت بعزم قوي عالي قدرت أوصل لأعلى عزم يبقى ساعتها وصلت لحاجة اسمها primary stability محترمة لو قدرت أوصل لها يبقى أنا كده الزرعة دي تنفع يتعمل لها إيه؟ تحميل فوري يبقى أنا بزرع بوصل للترك معين أشوف أقدر آه تمام الترك مظبوط العين كويس خلاص نحط الحاجتين جمع بقى يفضل تحميل الفوري وتروح بسنتك بس أنا بشوف مرضى السكر كتير بيبقوا زرعينه ومشي كويس الموضوع فجأة لازم يلتزم تماما آه لازم يلتزم في الوقت أنه هو هيكبر يعني زرعنا والأمور بقت كويسة وتمام التمام طب أنا حسيت بقى أني بقت كويسة كبرت دماغي من السكر نسيت السكر نسيت سنانك يعني السكر كل ما يعني ها طبعا نسيت السكر نسيت سنانك لازم هتزرع سنان لازم تاخد بالك من السكر دايما سكارك مظبوط تاخد علاجك بتاكل الأكل مظبوط ماشي على الضيط بتاعك تمام زيما الدكتور موجهك كل حاجة تكون مظبوط طال الوقت أنت هتقرر فيه تكبر دماغك كل حاجة هتقع تاني ممكن زراعة الأسنان يا دكتور الأطفال مثلا بصي الفكرة ايه هو كونسب زراعة الأسنان او احنا بنعمل مفهوم زراعة الأسنان ده ما ينفعش يتعامل والعظم لسه ما اكتملش نموه عظم الفك بيقعد ينمو زي جسمنا النمو الطبيعي فعظم الفك نفس الطريقة الأطفال بيكون لسه بيحصل لهم نموه طول ما أنا بيحصل عندي نموه ما ينفعش أزرع أسنان فالنمو ده بيقف من 18 ل 20 سنة بيبقى على حسب الجينات ففي الوقت ده نبدأ نتدخل بعد 20 19 سنة 20 سنة نقدر نتدخل بزراعة لكن قبل كده ما ينفعش طبعا لأي طفل إن احنا نعمل له زراعة طبعا طب لو انتقلنا بقى لتجميل الأسنان تمام ايه الجديد يعني دلوقتي الهوليد اسمايل كانوا لازم يبروا الأسنان هل بالوقت فيه تقنية جديدة إن أنا ممكن ما بريش وفي نفس الوقت ما يعملش سبيس يعني اللي بنقول عليه بالبلد دي الضب بص هي الفكرة مفيش حاجة اسمعها إن أنا مبريش ومعملش ضب يعني يا دي يا دي يا أبري يعمل يا تختاري اه هو أنا دلوقتي ربنا بديني مساحة قد كده هركب عليها فانا طلقت القده فعشان هركب حاجة كويسة لازم أشيل شوي هي الفكرة بقى إن التقنيات الحديثة قللت عندنا البرد البرد أصلا في الأول في الآخر للفينير أو القشور التجميلية إحنا معنا صورة كده للإشرة اللي إحنا بننكبها على السنان هي حاجة لا تذكر بتتلزق على الأسنان هي كانت الأول من 0.5 إلى 0.6 دلوقتي لأ وصلنا إلى 0.3 بقينا مجرد 3 من 10 من الملي يعني بنبرد 3 من 10 من الملي حاجة يعني بسيطة خارج بسيطة جدا فبالتالي ما بتديش بالظبط ما يحصلش فيها أي مشكلة هنا بنبرد 3 من 10 من الملي ونركب بنفس الطريقة بس بتبقى يعني سيفتي خالص إن أنا ما تتكسرش مني لا 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 بصي هي طالما تعملت بشكل سليم وشكل مظبوط خلاص بقت هي والأسنان دي النتيجة دي النتيجة مثلا عملنا البرد وركبنا القشرة الموضوع أنت على الموضوع اختلف طبعا 180 درجة والشكل بقى كويس قوي وفي نفس الوقت هي معمولة بطريقة اللي هي دلوقتي بقيلوا عليها لينسز لا اسمها فينير الفنير أنا عارفة الفنير لا في حاجة اسمها هي نفس الفكرة هي نفس الفكرة بس هي الفكرة إن احنا وصلنا لسمك أقل وصلنا لسمك أقل وبقينا نستخدم الإيمكس الإيمكس القشرة إشرة الإيمكس دي بقى اسمها اليومينير حاجة توصل تخلي هي الفكرة إن هي بتبقى أقرب أكتر لشكل السنان يعني طول الوقت وإحنا العلم بيخترعوا دي مقربة للسنة مثلا ب60% 70% 80% 90% دلوقتي إحنا بقينا نقدر نعمل typical لو عندك سنة واحدة بس مش موجودة وبقي الأسنان موجودة أقدر أعمل لك سنة مطابقة 100% للسنة التانية بالdigital small designing دلوقتي الكمبيوتر بيتدخل ناخد المقاس وحطها للكمبيوتر أو ناخد المقاس بالdigital كمان بالكاميرا موضوع يبقى كله كمبيوتر وأقدر أحدد الألوان يعني كل حاجة بطريقة ديجيتال مش أنا اللي بختار أقول له عايز لون كذا لأ الكمبيوتر اللي بيحدد المكان ده لونه كذا والمكان ده لونه كذا والمكان ده لونه كذا قدر أوصل بالنتيجة لشكل يكون مطابق تماما للسنة اللي جنبها بس مش كل المرضى أو يعني مش هنقول مرضى محبي تجميل الأسنان بتلق لهم أو تنفع لهم الفينير لازم كراونات فيه مثلا الناس ماشي بص أنا أقولك هي الفرق الموضوع مش فكرة بتلق لهم هو أي حد تلق له الفينير بس هي الفكرة أنا فيه أوقات ما ينفعش عامل فينير لازم أعمل كراون إيه الفرق بين الفينير والكراون أنا واحدة بحب أرقش طول الوقت بمبوني شبسي بصمات كراون على طول على طول كراون يا مدام التاجي لكراون طبعا طالما ده اللايف ستايل بتاعك هي العيان أو ملاش العيان زي ما أنت بتقولي اللي عايز يجمل سنة وبروح له الدكتور بيقول يتكلمها في كل حاجة موقعتي بيتكلم معاه في شكل سنة وجس بيتكلم معاه في كل حاجة بتعمل إيه عايز شكل سنة كتبني عاملها إزاي أنا مرة أرقشت واحدة يعني أنا كنت باكل عايش سنة وقعته وبيكل واشيب إيه وقعدة في مطعم ومبسوطة طبعا بعدين بقولي ده الحتة دي بتقرقش وجميلة قوي بعدين ببصي نهاري سنة يا تاريني أرقشتها معا عادي فديا كان منظر برضو إن من الناس ليش وعقولها باكل سناني مهي بقى دي فكرة ببقى الأضرار اي زيها زي اي حاجة متعملتش بشكل مسالمية في المية فطبيعي هيكون فيها مشاكل قوة كمان طبعا برضو بيبقى ايه بنبقى حرسين شوية يعني بنبقى حرسين مش كتير بس ولا عارفين نقطة مطفاحة ولا عارفين كل حاجة من قطع بنبقى حرصين شوية بس الطبيعي يعني هي one one situation يعني انت عايز حاجة بتسيب حاجة فالواحد دلوقتي التهاب اللسة يا دكتور مهو التهاب اللسة التهاب اللسة طبعا يعني ليه كذا سبب برضو خلي بالك مش يعني هي لو اتعملت بشكل مظبوط تمام التمام وانتي اخد بالك من سنانك بالشكل الطبيعي اللي الامور بيبقى اللهي واخدين بنا من سناننا وبنغسلها مئة مرة في اليوم بس في اعتقد ان في ناس اللسة بتاعتها حساسة طبيعي بس هي الموضوع برضو بيفرق من طريقة التحضير طريقة التحضير هي العامل الاساسي في كل القصة طريقة التحضير وانا وصل لحد فين في حاجة اسمها البيولوجيكال ويدز المسافة ما بين الفينشلان اللي انا بعمله والعظم وسيبقى ادي ايه بينها بين اللسة قصة كبيرة كده لازم دي تبقى عامل اساسي في طريقة برضي طول ما انا واخد بالي من الموضوع ده كدكتور ده نتيجة بتاعته للعيام بتبقى يعني تحفين دكتور وجيه انا بشكرك وفعلا استمتعت وازدفت بس انا دكتورة برضو احنا اتفاق انا مذكرة انا قلتلك وكل حاجة انا مذكرة عن فكرة كل مجالات مذكرة جلدية ومذكرة ونفسية كل حاجة كل حاجة نورتني النهاردة مشاهدينا وبكده تبقى فقرتنا خلصت وكمان حلقاتنا خلصت لكن صبرنا ونوليا ما بيخلص استنونا الحلقات الجاية السلام عليكم